ترجمة نانسي قنقر تسعة وأربعين شخصاً وإصابة ثمانية وأربعين آخرين بجروحة وأكدت رئيسة الوزراء أن الهجوم يبدو أنه كان مخططاً له جيداً كما اكتشفت الشرطة عبوتين ناسفتين متصلتين بسيارات المشتبه بهم ثم قاموا برزع سلاحهم تم القبض على ثلاثة أفراد منهم هذا واستهدف هجومان إرهابيان بأسلحة نارية مسجدين بمدينة كرايست شيرز من يوزيلندية أثناء صلاة الجمعة مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين وفق آخر حصيلة رسمية